أهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا قناة عزيزي ريزينا النهاردة هنتكلم عن موضوع سهل وموضوع حيوي لكنه بيهم معظم هو التربية البطجي والمبتدئين هنتكلم النهاردة عن تفرقة أو كيفية التفرقة بين زكر وأنسة البطجي والتمييز بينهم كمان التفرقة بين زكر وأنسة الفالو وهي نفس المعايير أو المقييس اللي هنفرق بينهم على أساسها يلا خليك معنا بداية فيه تلات معايير أساسية للتفرقة بين زكر البطجي وأنسة والتفرقة بين زكر الفالو وأنسة والاثنين بنستخدم فيهم نفس المعايير المعايير الأول هو لون الكير افتكر معي كويس أول معايير للتفرقة بين زكر وأنسة البطجي هو لون الكير المعايير الثاني هي المسافة بين عضمطي الحود حول المخرج بين زكر وأنسة البطجي العلامة الثالثة المسافة بين القدمين أو الرجلين في وقفة عصفور البطجي الزكر من أنسة البطجي بالمعايير الثالثة هنقدر نفرق بينهم يلا خليك معنا معايير الكير في التفرقة بين زكر وأنسة البطجي نبص على لون الكير اللي هو أعلى المنقار حوالين فتحتها الأنف هنلاقيه في زكر البطجي لونه أزرق داكن أما في أنسة البطجي فيكون اللون أبيض مائل إلى اللون الكريم أو اللون البني في فترة التزاوء المعايير الثالثة هنستخدمه في التفرقة بين زكر وأنسة البطجي المسافة بين عضمطي الحود عند الزكر من الأنسة لو تحسست المسافة عند الإناث هتلاقيها مسافة كبيرة نسبيا عن المسافة عند الزكر اللي بتكون قصيرة نسبيا بين عضمطي الحود دا معايير تاني من معايير التفرقة بين زكر وأنسة البطجي المعايير الثالثة لو تأمننا وقفة الزكر أو الأنسة على المجسم هنلاقي الأنسة الرجلين متبعدتين عن بعض أما الزكر هتكون الرجلين متقاربتين وده معايير من معايير التمييز بين زكر وأنسة البطجي بضيف معايير الرابع أن في فترة البلوغ أو كبر الزكر زكر البطجي أو الفالو هو اللي بيغرد عن الأنسة بصوت مميز إن عجبك الفيديو دعمنا بلايك شير الفيديو عشان يصل الأكبر عاية ممكن من المشاهدين نستنى أسئلكم بالصفرات والاستفساراتكم نجيب عنها إلى اللقاء في فيديو آخر صبر أمين من قناتكم وقناة عصفير الزيناء شكرا ترجمة نانسي قنقر